السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين في كل مكان نسعد الله وقتكم بكل خير أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد المتجدد من برنامج فوتويك الذي يأتيكم عبر قناتكم قناة الوطنية سنتحدث في عدد اليوم عن المنتخب الوطني والظهور الأول للخضر منذ الإقصاء من كان كوديفور ظهور الأول أيضا للمنتخب تحت قيادة التقنية البوسني فلاديمير بيتكوفيتش أول اختبار للكتيبة الوطنية وأول انتصار على بوليفيا في دورة مارس الويدية التي تدخل ضمن سلسلة الفيفا سنتحدث عن مردود المنتخب ككل وعن الظهور الأول لبعض الأسماء سنعلق أيضا على تصريحات بيتكوفيتش التي أعقبت المباراة وعن الإشاعات التي ضربت صوار المنتخب فيما تعلق بأكذيب رفض بعض اللاعبين نداء المنتخب سرعان ما تم نفيها من المسؤولي الأول عن نشر هذه الأخبار وما الهدف منها في هذا الوقت بالتحديد كل هذا وأكثر بحضور طاقم البرنامج والبداية كالعادة بالمايسترو ناصر بويش مرحبا بك شيخ ناصر أهلاً وسهلاً عمد فارد أمين لكيبو كومبلي شكراً جزيلاً أمين وتحية متبادلة ملح البرنامج فارد معطاوي مرحبا بك فارد بك يا عمد أقول للجمهور الرياضي صحف طركم نتمنى أن يقضوا معنا صهرة رمضانية هادئة بالتحليل والأرقام من طرف أمين حياتكها ستسير أكثر سلاسة يا عباد عندما تسير فيها مع الغرباء مع الغرباء ريد معطاوي شكراً جزيلاً لك إذن وقبل البداية مشاهدين الأباس أن نذكر بنتيجة أهداف مباراة المنتخب الوطني ونظره البوليفي خمسة أهداف كاملة شهدتها المواجهة التي انتهت بفوز الخضر بثلاثة مقابلة هدفين أعطيني الأهداف جمال أمين قويري وقع على أهداف المنتخب في دقيقة ثلاثة وربعين والهدف الشخصي الأول له بقميس المنتخب الوطني ياسين بنزية أضاف الثاني في دقيقة تسعة وسبعين وعدل النتيجة بعدما كان الخضر متأخرين في النتيجة بهدفين لهدف قبل أن يكفر عيسى موندي عن خطائه في هدف بوليفيا الأول ويسجل ثالث الأهداف ثالث أهداف المنتخب الوطني في الوقت بدل الضائع نصر بويش فوز مهم جدا إذا ما تحدثنا عن الجانب البسيكولوجي للعبين أحسسنا أنه أحسسنا ببعض الروح التي عادت وتعود تدريجيا للمنتخب وللمجموعة هل يمكن اعتبار هذا الفوز هو بوابة بوابة عبور تمكن بيتكوفيتش من التعرف أو من اكتشاف أمور مهمة عن المنتخب الوطني نظن أنه فوز معنا ويتامين لأنه شاهدنا ملخص اللقاء شاهدت عدة مرات شفنا أشياء شفنا رومونطادا شفنا حتى ولو فتحنا بب التسجيل على لقطة كانت ممتازة من إبراهيمي وكورة على طبق لأمينغوري ليسجل أول هدف التعوى مع المنتخب من بعد شفنا أخطأ دفاعية في الشوطة الثانية الشوطة الأول اللي كان أنا اللي كان مميز لا بس به دون الجيسيون تعالى اللقاء الشوطة الثانية كانت أخطأ دفاعية أولا تعماندي عدلت النتيجة ببوليفيا والهدف الثاني كورة تابعة على الأطراف نقطة ضعف المنتخب بتاعنا منذ عدة المواسم وتلقينا هدف ثاني ما كانش مركاج 2 واحد منتخب ببوليفيا من بعد شفنا تغييرات شفنا لعبين جدد إقحام لعبين جدد على غرار منصف بكرار هذا اللعب اللي أنا عجبني كتير عدلنا النتيجة وفي أواخر التعواني سجلنا هدف ثالث فوز قلت لك فوز معنويا تامين وأول انتصار في مونديلات تحت إشراف الناخب الجديد براديمير بيتكوفيتش نظن هذا هو الشيء الإيجابي في هذا اللقاء ناصر بويش قبل أن نعود لك أنا 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 حب ذلك تحدثنا عن طريقة لعب المنتخب الوطني الكلية تسأل اليوم كيف لعب المنتخب الوطني هل لعب بطريقة مشابهة لما كنا عليه سابقا يعني ما هي الأسئلة التي اعتمد عليها بيتكوفيتش اليوم مع المنتخب الوطني في أول خرجة يعني هذه الأسئلة تتداول بكثرة نريد إيجابة تقنية بحثة اليوم اليوم فلاديمي بيتكوفيتش بدأ بطريقة لعب 4-4-2 وين شفنا مهاجم صاريح لي هو بغداد وراءه كان تسعة ونص كما قلو نحن نفيد ميغويري من بعد إبراهيمي نعرفوه على الجهة اليسرى كصانع ألعب وكلعب على الجهة اليسرى في استرجاع كان بن طالب وزر وقير ميز وشيبي ربما كان يدير دور أحسن على الجهة اليمنى لكن الشي اللي نظرنا أنه سلبي في هاد اللقاء في هاد الشوط الأول أنه لعبنا كتير على الجهة اليسرى حتى لو الهدف جاء على الجهة اليسرى لكن الجهة اليمنى كانت شارعة كما نقول وربما ما عاد مرة ومرتين يوسف عطال أخذ لكوتي درواء هدف الشوط الأول لكن في الشوط التانية شفناها حاج موسى اللي تخل لعب على الجهة اليمنى يوسف عطال اللي كان وراء تسجيل الهدف الأول مشى على الجهة اليمنى تقريبا شفنا شوية حيوية على الجهة اليمنى لكن في شوط الأول شفنا كثير كأنه كنا نشاهده في اللقاءات كود ديفور يعني في اللقاء الأول وين كنا درنا شوط أول جيد وحسن على الجهة اليسرى اللقاء الثاني حتى اللقاء الثاني حتى بعد دخول عمرا ربما الوحيد يعطى أكثر سرعة للفريق دون الجهة يكيم سيفا عما قلت لك أنا يعني الفوز الفوز هو اليوم هو النقطة نظرنا الإيجابية في هذا اللقاء من بعد ما نقدرش نحكمه على الناخب جديد في شوطين بأفكار جديدة أسلوب العرب جديد حتى ولو أكيد أمر مرة منذ مدة طويلة ملعبناش بهذا السيستام من ربعة ربعة في وسط الميدان زائد مهجمين دون واحد دون بوانت وواحد مورا أمين المهمة لم تكن سهلة لكن صعوبتها كانت مهمة جدا اكتشفنا منتخبا إلى بطريقة جديدة لم نعهدها من قبل بعض الأسماء برزت وقد تبرز أكثر مع فكر جديد قد يلائم طريقة لعبها واكتشفنا منتخبا مع مدرب جديد عرف ربما كيف يعود في النتيجة ويحقق فوج ثمين في نهاية المضاف أكيد زميلي عما تحدثنا في الكثير من الأعداد السابقة وقلنا أن المنتخب الجزائري يمر بفترة حساسة بعد الإقصاء والخروج المبكر من الدور الأول من منافسة كان الكوديفور أظن أن اللاعبين أيضا أدركوا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في الآوينة الأخيرة أظن أن العزيمة والإصرار على الفوز في المباراة الأخيرة أتى بثماره في المباراة الأخيرة أمام بوليفيا العودة في النتيجة أمام فارق متماس اكتفاعيا كانت من بين الأمور الصعبة التي قد يواجه أي منتخب ولكن المنتخب الجزائري يعني بالعزيمة التي ظهر بها اللاعبين في مباراة أمس يعني صنعت الفارق أيضا كل اللاعبين أيضا يريدون طي صفحة والشروع في صفحة جديدة مع المنتخب الجزائري بعدما حدث على مستوى الطاقم بعد التغييرات التي حدثت على مستوى الطاقم الفني والانتقادات الشديدة التي تعرض لها بعض اللاعبين بعد كان الكوديفور ولكن كل العناصر تريد الشروع في صفحة جديدة مع المنتخب الجزائري الأسماء الجديدة أيضا تريد يعني وضع لمستها وهذا ما قاله ناصر بويش منذ قليل عندما قال أن بقرار أيضا أيضا كان من بين أحسن اللاعبين وأنا أوافقه أيضا وهذا اللاعب سيمنح الإضافة سيمنح المد الهجومي الذي يريده الطاقم الفني للمنتخب مع ظهور محتشم لبعض العناصر الجديدة أيضا هناك بعض اللاعبين الذين سيريدون أيضا كسب ثقة المدرب في المباراة المقبلة أمام جنوب إفريقيا والتي أعتبرها ستكون من بين الاختبارات الصعبة والاختبارات المهمة للمنتخب الجزائري في هذه المرحلة وسننشر أو سنقول بعض الإحصائيات في قادم الله فريد أدرك أنك لا تريد التحليل بردة الفعل وسبق لك وأن قلت بأن أي نتيجة في هكذا مباريات وفي هكذا ظروف لا يجب أن نحكم عليها أنت فريد كمتابع لهذه المباراة ما الذي يمكن استخلاصه وما الذي ربما شد انتباهك أكثر وأنت تشاهد المنتخب الوطني يواجه منتخب بوليفي من متوسط إلى جيد في بعض فترات اللقاء سوف أتحدث بقبعتين سوف أتحدث بقبعة المحلل المنطقي وسوف أحاول أن أضع تلك القبعة التي يحاول البعض ارتدائها في بعض الأحيان أي قبعة فريد؟ قبعة رؤيت بالماضي وهو يلعب يوم أمس مباراة بوليفيا بالماضي لم يكن في الميدان رأينا منتخب وطني جزائري ضد منتخب بوليفي بناخب جديد علينا أن نتحدث بفق هذا المنطق البعض يريد إقحام بالماضي كلاعب وكمدرب الماضي اليوم صار من الماضي دعوكم من بالماضي أنا أولى النقاط التي سوف أتوقف عندها توقفت عند ذلك العدد الضائل من الجماهير التي حجت إلى منعب نيلسون مندلة في سهر رمضانية وأتمنى عودة الجماهير للانتفاف حول المنتخب الوطني كأول ملاحظة ثاني ملاحظة شاهدت أيضا أرضية ميدان نيلسون مندلة جميلة وتصلح لأداء كرة القدم وتوقف لا أضيف شاهدت أيضا يا عباد أن عمورة في نهاية المطاف وهو يلعب مع بيتكوبيتش دخل بديلا أيضا ولم يكن أساسيا شاهدت أيضا يا عمد أن غياب محرز في لقاء الأمس لم ينشط الجهة التي يلعب فيها محرز في نهاية المطاف حتى ومحرز يغيب تلك الجهة ظلت جده فقيرة من حيث التنشيط شاهدت أيضا بأن الأهداف الثلاثة التي سجلناها لم نصنعها بل كانت أهداف وفق معطيات فردية لبعض اللاعبين شاهدت أيضا أن معظم التشكيلة التي دخل بها بيتكوبيتش كانت تشكيلة الناخب الوطني السابق كدليل على أن الرجل لم يخطئ في اختياراته لبعض اللاعبين لكن صادي قال أن تشكيلة غيرها بيتكوبيتش بنسبة 70% تصريح وليد صادي أمس للصحفة الجزائرية قال وليد صادي غير تشكيلة المنتخب الوطني بنسبة 70% ربما قاله صادي يلزم صادي ولا يلزمنا ما شاهدنا أن التشكيلة التي لعب بها بيتكوبيتش كانت عكس ما قاله صادي ربما صادي لم يفتر وصرح وهو صائم التشكيلة كانت 70% من تشكيل الناخب الوطني السابق شاهدت أيضا إصرار جميل لبعض اللاعبين على ضرورة افتكاك الفوز في نهاية المباراة وهي ردت فعل جميلة لمنتخب يقال أو يريد البعض أن يصوره لنا بأنه منهار والدليل على عكس ما يقولون المنتخب الوطني كان لديه إصرار جميل وكبير في الفوز باللقاء شاهدت أيضا أو سمعت هذه المرة بلاديمير بيتكوبيتش بعد اللقاء يقول أهم شيء بالنسبة لي هو الفوز عكس ما كان يقوله البعض لنا عندما كنا نلح على الفوز في المباراة الودية ويقولون لنا دعك من الفوز وعليك أن تؤسس وتبني بيتكوبيتش أيضا يمتلك نفس النهج الفلسفي في آداءه وفي تصريحه وهو يصرح بهذا التصريح الآن كل هذه الأمور أنا أراها من ناحية المنطقية إذا أردت أن أضع قبعة الغير أقول وجهنا منتخب ضعيف وضعيف جدا يعني يقبع في المرتبة 116 عالميا هل كان ضعيفا في مباراة أمس؟ نعم كان ضعيف ولم يكن بذلك المستوى الذي يراه البعض رغم كل ذلك يا عباد أنا أقول وأصرح وأصر على أن مباراة أمس من العار ومن العيب أن نحكم فيها على بيتكوبيتش ونفتح النار على بيتكوبيتش ونقول بأننا لم نشاهد مباراة في القمة من حيث الأداء والنهج التكتيكي وما إلى ذلك مباراة بوليفيا وحتى مباراة جنوب إفريقيا بالكاد بالكاد أقول بيتكوبيتش سوف يحاول التعرف على بعض الأسماء وبعض الملامح لبعض اللاعبين وكيف يؤدون على أرضية الميدان لذلك أنا ضد من يفتح النار على بيتكوبيتش وضد يعني عزوف الجماهير عن الاتفاف حول المنتخب الوطني وضد أيضا التوقف عند ما قام به إبراهيمي سواء بالسلب أو بالإيجاب إبراهيمي لاعب جزائري يجب أن نحتضنه ويجب أن نعطيه كل الإيجابية حتى يعود إلى المنتخب الوطني بالصورة المثلة التي ننتظرها فقط أقول بالنسبة لإبراهيمي لو صرح الناخب الوطني السابق بما جرى بينه وبين إبراهيمي لا ثار كل الجمهور اليوم ضد إبراهيمي بالماضي حمى إبراهيمي عكس مثلا بيتكوبيتش عندما سئل على محرز قال بأنه اتصل بي وطلب الإعفاء لأنه لا يتمتع بالمشتوى الذهني الذي يؤهله لتلبية الدعوة عكس الناخب الوطني السابق الذي لم يصرح ولا بكلمة في حق إبراهيمي للذين يتحدثون اليوم يا عمد حول محرز ويريدون حرق مسيرة هذا اللاعب مع المنتخب الوطني أذكرهم بأن إبراهيمي رفض على مضار سنة أو أكثر تلبية دعوة الناخب الوطني السابق واليوم هو بيننا وقدم شوط أقول في مباراة أمس يليق بسمعة هذا اللاعب وحمل شارة القائد أيضا مثل ما قلناه في الحصاء الماضية فقط اتركوا محرز يرتاح لأنه متعة من الناحية الذهنية وسوف يعود ربما مثل ما عاد براهيمي يوم أمس بعد غياب دعوة أكثر من سنة لنكون إيجابيين ولنقول نحن مع بيتكوفيتش ومع المنتخب الوطني لندفعه إلى الأمام لأننا طوينا صفحة وهي صفحة جديدة اليوم بيتكوفيتش عاملة ببعض الأوراق التي وضعت على الطاولة أمامه بيتكوفيتش لم يختار هذه القائمة وسوف مع مرور المباريات والوقت سوف يذهب لمعاينة العديد من اللاعبين وسوف يتوقف عند بعض الأسماء التي يجب أن تزح وأخرى التي يجب أن تكرس في قائمة أو تشكيل الأساسي الذي يدخل به المباريات نقطة أخرى ربما كنت سوف أنساها بيتكوفيتش أيضا لم يقحم بالعيد يا عماد وأقحم طوقاي حتى التغييرات كانت مثل ما كان يقوم به بالماضي لذلك أرى بأن هناك تطابق كبير في الرؤية الفلسفية لتوظيف اللاعبين بين بيتكوفيتش وبالماضي لكن مع ذلك أسلوب اللاعب يختلف حسب رأيي وسنتحدث مع ناصر بويش ستشوف معي أهداف منتخب بوليفيا أعطيني الأهداف يا جمال بغض النظر ناصر بويش عن الفوز بيتكوفيتش قال في ندو الصحفية لدينا مشاكل كثيرة في الدفاع والملاحظ أن هدفي بوليفيا هذا الهدف الأول بخطأ جاسيم من عيسى مندي والثاني سوء رقابة من توغاي وسنشاهد سويا الهدف الثاني لمنتخب بوليفيا هنا كان سوء رقابة من اللاعب توغاي الذي يواصل ارتكاب بعض الأخطاء في وسط يؤمن فقط نقطة سجلتها بالنسبة للهدف الثاني ما زلنا نتلقى أهداف من كورات ثابتة مثل ما كان في السابق يعني نفس السيناريوهات التي كانت في السابق شاهدناها في مباراة أمس لا يجب الحكم على مباراة واحدة يعني أنت لما شفت الهدفين كلا الهدفين من أخطأ دفاعية مثل ما كان عليه الحال في كاسيم من أفريقيا السابق هل هناك حلول في الجدار الخلفي الذي بكل صراحة أنا أصفه بهذا الوصف بات مهلهلا بعض الشيء في الأويناء الأخيرة نتحدث عن منتخب بوليفيا وليس منتخب كبير تلقينا منه هدفين بخضاءين في وسط الدفاع نظر أنه العمل الكبير والصعب اللي ينتظر بلاديمي بيتكوفيتش الناخب الجديد وهو المنظومة الدفاعية لازم نقولها بكل صراحة لأنه عدة أشهر أو عدة مواسم وحنا عدنا مشكلة في الدفاع أقحمنا رامي في المحور بعدما كان يلعب على الجهة اليسرى بعدما جاء أيت نوري شفنا ربما نتلقاه في كل مرة شفنا في منافسات رسمية في الكان أنه في عمق الدفاع في محور الدفاع ما كناش كما نقوله نتلقاه أهداف كتير شفنا ضد بوركينا فاسون يلعب كان واحده فتحبه بالتسجيل نتلقاه أهداف والأمس الحقيقة رحي هنا أنه في الهدف خاص ما نتكلمش على الهدف الأول ما ننسوش أنه بين قوسين تلعب في صهراء رمضانية من الصعب يعني نجب نقولها بكل صراحة لما يكون لعب صايم ما يكونش بكل إمكانيات تتعوه 100% يعني حتى ولو كيفية تسجيل الهدف الأول ما تقدرش تدير غلطة مثل هذه أنت وحدك كورة هوائية على الأقل ترجح للحارس لكن كان خطأ فادح من عيسى مندي سمح للعب البوليفي أنه يعدلنا النتيجة في الهدف الثاني ما كاش مركاج ما دين في كورة القدم ما كاش ما تقدرش على مرتين لا لأنه الشيء لأننا نشوفه رأسية أولى منظر يرجع الكورة رأسية تانية يعني في كل مرة تتكلم نصر كان كين وثرة لا من يقول لك لا في الكورات الهوائية نحن ضعاف يعني ضعاف في المركاج حتى لانا شفنا الهدف على مرتين مرتين لعبين تاع بوليفيا يسيبه مركز وحدهم يسجلوا الهدف الثاني من بعد حتى ولو كانت فيها أخطاء كما قال فريد منتخب البوليفي اللي في المرتبة التاسعة في مرتبة ما قبل الأخيرة تلقى واربعة عشر هدف سجلوا هدفين أو تلت أهداف نظن فريق أكيد فريق ضعيف ضعيف لكن تلقى هدفين ضد فريق من الصعب أنه نظن أنه العمل الكبير لرئيسنا بيتكوفيتش هو هد يستطيع في وقت قصير بإيجاد حلول في المنظومة الدفاعية عندك أسماع أنا جايك أنا جايك حتى ولو في أسماع أو جاي اللقاء تاني من الجنوب إفريقيا اللي راح يكون اختبار أصعب من المنتخب البوليفي مثل نقوله نازم بيتكوفيتش راح أولا هو الآخر لأول مرة ربما راح يلعب منتخب إفريقي مع ذلك مع ذلك دخل بالتشكيلة الأساسية أمام منتخب بوليفي ما عندكش أي أسماء ستنصح ما منتالو كان درتك في بلاست بيتكوفيتش دير نفس التشكيلة ما تخطير ناسا أنت مجبر على مجبر يعني على توظيف أسماء أسماءك الموجودة في القائمة 31 لاعب توظف منات من 20 على الأقل أنت لعبت بتشكيلة الأساسية أمام منتخب بوليفي وصفته بالضعيف سنواجه منتخب جنوب إفريقيا قوي قوي لذلك أنا أتساءل أي أسماء ستنشط التشكيلة ستكون في تشكيلة الأساسية في مواجهة الجنوب إفريقيا خاصة أن تحيي الدفاعية خاصة أن تحيي المنظومة الدفاعية لهذا قلت لك هذا هو سؤال تاعي لك أنا كما قلت لك اليوم الناخب الجديد عليه بشي يسيب حلول لأنه عندك لعبين تجربهم عندك بن سبعيني مصاب وتغيرتك بالخطأ رفقات ماندي نشوفو ثنائي جديد في وسط الدفاع زيندين بالعيد لقدم تعطيله الفرصة أنه يلعب ربما على باك في كورت القادم خاصة في المنتخب بارسل المنتخب الإسباني هم جابوا لعب محواري سبعتاشن سنة بوكي بارسي عندهم مشكلة في وسط الدفاع جابوا واحد سبعتاشن سنة لعب لقاء أو لقائين في الرابطة الأوروبية مع بارسلون هذه كورت القادم اليوم حتى بالعيد حتى بالعيد من اللاعبين الذي لا يتنف استدعاؤهم ولكن لا يحصل اليوم لازم نخلص هذا بالعيد هذا عنده مدوى في المنتخب اليوم لازم نقوله أبي كور صراح وما تعمر به لاليست كما نقوله احنا عشنا في الماضي وين لعب يروح يعمر لاليست تجيبه كل تربص موجود نحب نشوف أسماء جديدة اليوم نشوف القدرة التحالة تقديم تلك الإضافة اليوم هذا بالعيد وشي سوال القيمة تاعه وش رح يجيب لنا هل حل من الحلول نلعبه أنا نشوفه أداءه في الاتحاد العاصمة أنا بس به في كان كان النفو التاعه في كأس كونفيدرالي يا بس به كان عشاك فا كان وراء تسجيل أهداف كان يسجل أهداف مع الفريق تاعه لذلك لازم تعطيله الفرصة التاعه أنا قلت لك الشانتي الأكبر شانتي اليه يصنى بيتكوفيتش هو المنظومة الدفاعية زي الوسطة الميدا يعني جايك ما خلين على شي فريق تاكفية غير منظومة ومعد التنشيط والتوظيف في وسط الميدان لما حتى وشفنا الأمس في وسط الميدان ما شفناش أشياء جديدة يعني ما شفناش حتى ولو أنا قلتك ما نحن نحكمه مبكيرا كي ما نقوله ولكن لازم نشوفه اللمسة يعني اللمسة في وسط الميدان كيف توظيف اللعبين حتى ولو على اللعبين هم الأخرين يوذي وشي عرفوا يديروا أشياء أخرى أشياء ربما ما شفناها شمين قبل لكن قلت لك أن الأهم هو لازم بالعقل كي ما نقوله بطي طا بطي الناخب الجديد يدير الله تشتاءه لكن اليوم نبدأ بالمنظومة الدفاعية صحيح نظر ما عاد ربما أنا ليا ما عاد يوسف عطان ربما اللي يدهر بيوسف عطان لنعرفوها في بعض الأحيان قدم قدم مرضود مرضود لباسباح لكن الآخرين نسمح لك نغاربين ومن قوسين نتمنى الشفاء رامي بعد الإصابة بعد الإصابة قبل أن مواصلت نقاش نستمع لما قاله وفلاديمير بتكوويتش في ندوى الصحفية حول الموجهة ولاناود نقاش يمكن أن يفعلون هذا القطور على الدعاء يمكن أن يكون في أحيانا أفضلوا لن يطلب القطر من الأسبوع المعامل لأنه يمكننا الإصابة بالجامعة للنسيح يمكننا للطاقات بسجارة Yه يمكننا ما يدفعونه للنسيح كان هذا التصريح Vladimir Pitkovic حول المباراة أمين في آخر التصريح قال عندي ورشة من الجانب النفسي ربما اللاعبين لم يتجاوزوا بعد تلك الصدمة التي تعرضت لها في كون كود إيوار هل يمكن اعتبار مواجهة بوليفيا بذلك الاختبار الحقيقي أول جيد للكتيبة الوطنية ولو أنه شفنا منتخب بوليفيا كما قال ناصر بويشو فريد هو منتخب بوليفيا يعني متواضح حتى لا نقول ضعيف في المجتمع معت عمد معت السلام ورشة منطال كما قلت احنا نسينا قبل الماضي هذا نسيناه ما قدوش نتكلم على ورشة أننا اللعبين مصابين دهنيا خلاص لما أنا في مرحلة جديدة نظن أنا شخص لازم علينا ننصيب الحلول ما نقولش لأنه ربما تلقينا هدف لأنه ما زلنا عيشين بالماضي خلاص الماضي فات طوينا الصفحة ممكن بيتكوفيتش أشيخنا صرح أحس آثار الإقصاء من اللاعبين يعني حسب اللي هذو اللاعبين هم زلهم يخموا على فترة سابقة على سي 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 ما تخدمش تخمم في كورة القادم ولا في أي رياضة خلاص هذا كل لعبت منافسة كان إخفاق ما جزش اليوم منافسة جديدة خلاص ركبكم كورة خلاص أنت كلاعب أنت كلاعب تقصى من كأس أمم أفريقيا وبعد انتقادات شابتش بعد انتقادات وبعد تقصى من تصفيس مؤهلاء وبعد تغيير على مستوى الطاقم الفني وبعد تقصى من كأس أمم أفريقيا الأخيرة وتغيير في الطاقم الفني كما قالك أمين أنت كلاعب يعني تتجاوز المرحلة ذيك بكل سهولة من الجانب النفسي نتحدث اللاعب على المستوى العالي ينسى كلش يخمم غير على الله ما تقدرش مستحيل أنت اليوم أننا نهضرو في رياضة خلاص لا تقدر شيء ما تحبس عشاك فاتخوا ليه بدهنيين ما نيش باسكو كان إخفاء لا تخمموش رقدير واش تقدر تمد واش تقدر تحسن واش تقدر تزيد واش تقدر تعطيني واش تقدر توري أنت عيما زالك إلا ما زالك عايش بالماضي لا سمح لي لا ما نقدرش عشاك فاتخوا تكلموا على الأشياء نيوم نقويوا صفحة أمين عندك كذا نقويوا صفحة ونفضل عام كما قل خلاص لا أنا حب تفسير على واش قال بيتكوفيتش يعني تحدث على حالة نفسية لبعض اللاعبين أكيد أنه التمس يعني حالة نفسية لبعض اللاعبين الذين ممكن لم يتجنزوا منامج بالحالة النفسية ما عليش عمي كملكلام واش يفسر يعني هذا الصراح أنا ما أنا مش بالتصريحات مثل هذه أكيد كما قلت لك زميل عماد يجب المرور للمرحلة المقبلة يعني هناك منتخب بأسماء جديدة خمس أسماء جديدة مخترحة على الناخب الوطني الجديد سيتم استخدامها وسيتم توظيفها في المباراة المقبلة أمام جنوب فرقيا والتي أعتبرها من بين كما قلت لك عماد اختبار حقيقي للمنتخب الجزائري ناصر بويش قال أن المنتخب البوليفي هو متخب متواضع فاز عليه المنتخب الجزائري وأنا أؤكد هذا الأمر لأن المنتخب البوليفي فاز في مباراة واحدة فقط في تسع مبارايات أخير خاضها سواء تعالق الأمر بمباراة ويدية أو مباراة رسمية آخر فوز للمنتخب البوليفي أمام منتخب عربي كان في 2023 أمام السعودية بنتيجة هدف مقابل سفر في مباراة أخيرة أمام منتخب إفريقي كان في 2023 أمام منتخب السينيغال الذي فاز عليه بنتيجة هدفين مقابل سفر يعني المنتخب السينيغالي فاز على منتخب بوليفيا بنتيجة هدفين مقابل سفر يعني كل هذه الأرقام تؤكد أن هذا المنتخب المنتخب يعني منتخب متواضع في قارة أمريكا اللاتينية تبقى كما قل زميل عماد المباراة المقبلة أمام جنوب إفريقيا التي ظهرت بمستوى كبير في منافسة كان كوديفوار ستكون بمثابة الاختبار الحقيقي للمنتخب الجزائري وهذه من بين يعني الأمور التي يجب العمل عليها في المباراة المقبلة هناك لعبين جدد نريد أن نراهم في المباراة المقبلة نريد أن نرى أيضا تصحيح بعض الأخطاء على ورشة الدفاع بالاعتماد على بعض اللاعبين الجدد بالاعتماد على بعض الثنائيات التي قد تفيد المنتخب الجزائري في المباراة المقبلة كحول الإضافية أمين مشاهدنا لازل في جعبتنا الكثير فاصل قصير ولان عبد لا تذهب بعد أهلا وسلم بكم جددا مشاهدنا برنامجنا متواصل والحديث عن المنتخب الوطني متواصل أيضا قبل مواصلة النقاش نستمع لما قاله مدرب منتخب بوليفيا أنطونيو كارلوزاقو حول المنتخب الوطني وترشيحه للذهب بعيدا للمنتخب الوطني تحتقيادة بتكووش نستمع لما قاله أنطونيو كارلوزاقو على نهاب Pour la بوليفيا il y a plus important c'est de faire des compétitions les matchs internationaux comme ça nous aident beaucoup on pense qu'on a fait un grand match face à une grande sélection qui vient de jouer et faire une grande coupe d'Afrique nous sommes nous sommes nous sommes tranquilles parce que on pense qu'on a fait un bon match en ligne générale on a eu quelques fautes d'attention qui nous ont coûté des buts mais on pense que à la deuxième mi-temps on a par moments dominé le match et fait et et on a pu faire quelques deux buts à l'Algérie en Algérie a des joueurs qui jouent dans les premières ligues du monde qui jouent en Europe mais ils continuent je pense qu'avec le nouveau le nouveau entraîneur ils sont aussi en train de construire une sélection qui va lutter pour se qualifier au prochain à la prochaine coupe du monde avec les joueurs qui ont tout pour pouvoir faire un coup dans le monde c'est تصريحات حسب رأيك سابقة لأوانها اليوم أنا لا أستمع إلى زاقو أنا عندما أشاهد المباراة أستمع أو أشاهد ما أشاهده ليقول زاقو ما يريد أنا أعود إلى ذلك النقاش الذي كان يضور بين النصر وأمين عندما تحدث على المنظومة الدفاعية يا عماد أنا لا أتوقف عند الأسباء لو تتذكر عندما أتى جمال بالماضي وضع أول مدافع في المنتخب الوطني اسمه بغداد بنجاح كان عندما نخسر الكرة نشاهد بغداد بنجاح أول مدافع في المنظومة الدفاعية نتحدث على منظومة ولا نتحدث على أسماء ليكون بالعيد أو بوغاي أو بن سبعيني أنا لا أتوقف عند الأسماء أتوقف عند منظومة دفاعية يجب أن يفكر فيها هذا الناخب الوطني بدليل أن في الماضي عندما كنا نتلقى الكثير من الأهداف فؤتى جمال بالماضي وضع ذلك التنظيم على مستوى كل اللاعبين وكان مثل ما قلت قبل غداد بنجاح وأول مدافع عندما نخسر الكرة أعود إلى ما قاله أيضاً بيتكوفيتش وهو يتحدث على تأثر اللاعبين من ناحية ذهنية طيب لنكن المتجانسين في الطرح والتحليل إذا صدقنا بما جاء به وليد صادي وقال بأنه غير سبعين بالمئة من التشكيلة عن أي أسماء يتحدث بأنها مصابة أو تعاني من ناحية ذهنية مدام عنده سبعين بالمئة لاعبين جدد لم يلعبوا ولم يشاركوا في الإقصاءات هذا مجرد سؤال وفق ما قاله وليد صادي رداً على ما قاله بيتكوفيتش لديك سبعين بالمئة من اللاعبين الجدد في هذه القائمة إذا لا تعاني من الناحية الذهنية مدام أن أغلبية اللاعبين هم جدد طيب نعود الآن إلى السبعين بالمئة أنا بعملية حسابية بسيطة وجدت بأن هناك خمسة لاعبين جدد من ضمن واحدة وثلاثين الذين تم استدعائهم إلى هذا التربص وإلى هاتين المباراتين بعملية يعني رياضية بسيطة وجدت أن النسبة الجديد الذي أتى به بيتكوفيتش في المنتخب الوطني هو 16.12% عن أي 70% تتحدثون هذا بالنسبة للمطايات العلمية التي لا يستطيع أحد أن يناقشها هناك خمسة لاعبين في 31 لاعب عملية رياضية بسيطة أسمه القائمة بلا مد الحسابات نعرفه وحافظين ها؟ ونعرفه كيف الشيء نتكلمه بمعطايات رياضية محظة وبفواصل وبأرقام 16.12% نسبة الجديد الذي أتى به بيتكوفيتش طيب عندما قلنا بأننا لا يجب أن نحكم على بيتكوفيتش حتى في المبارات الثانية ضد جنوب إفريقيا لا أحكم على بيتكوفيتش وسأمنحه فسحة أخرى لكي لا نتسرع ولا نكون يعني غير عقلانيين ومنطقيين في الطرح بيتكوفيتش بالكاد أقولها وأكررها للمرة الألف بالكاد يتعرف على أسماء بعض اللاعبين ومناصبهم وملامحهم الوجهية لذلك لا يجب أن نتوقف عنده سواء في مبارات بوليفيا أو المبارات الثانية لكن هذا الأمر ونحن نعطي هذه الفسحة لهذا الناخب لا يجب هو أيضا أن يتحدث بمنطق العمل وفق الماضي أنت أتيت إلى منتخب جديد تعمل مع مجموعة من اللاعبين دعك من التحجج بما جرى يوم أمس عندما لم تكن على رأس المنتخب الوطني أنت مطالب بردة الفعل مع لاعبيك وفق هذه المبارات مبارات بوليفيا ومبارات جنوب إفريقيا لا تحدثني لا على مبارات موريطانيا ولا على أونغولا لتأكيد فريد تصريحات صادي أمس لكي نضع غير خمسين بالمئة من التشكيل خمسين بالمئة قال الحمد لله نحن راضون على هذه النتيجة أمين معذرة لقد قام المدرب بتغيير نصف المنتخب تقريبا ونحيي جميع أنصارنا الذين كانوا حاضرين هذا المساء وسنبدأ عهد جديد تحت قيادة خمسين بالمئة نحن نتسأل هل خمسين بالمئة يعني أين خمسين بالمئة في القائمة أم في تشكيلة الأساسية ربما يقصد القائمة قائمة نفسها قال في تشكيلة قال خمسين بالمئة في التشكيلة ولكن كنشوف تشكيلة كان لعب واحد واحد لاعب براهيمي لا براهيمي وقوري لي كان غايب لا لعب أربع مباريات مع المنتخب الوطني نتكلموه عندها شهر لا عندها شهر بكنا ما ننشيوش وبدرجة أقل قويري بلقي قويري أصيب وكان غايب لكن كان يكون في المجموعة كان يكون في المجموعة لا بخمس مباريات مع المجموعة لا كان في المجموعة ومش في آخر لذلك وجبه وجبه يعني نحطه نحطه لا 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 تشكيلة لي بدأت اللقاء أمس نقول لك أنا تقريبا 80% الحارس خط الدفاع كله غالين دوكات وسط الميدان زائد بغداد زائد فرس شايبي أكتر من 80% حترحت لـ 95% قولوا أكتر من 80% ما نقول لك شهرنا 90% لأنه الوحيد الجديد العملية حسابية يعني في هذا التشكيل هو ياسين براهيمي وأمينكويلي اللي لعب ورأب ونجح ربما صاري يقصد شوق ثاني شوق ثاني كان هناك تغيرات وأصبح بنسبة 50% كورت القدم فيها شوق واحد لذلك أنا أريد البحث أريد البحث عن أسباب هذا التصريح أنا أسهلك الأمموري الناخب الجديد بدأ اللقاء بوليفيا بالتشكيلة التي عاهدناها تقريبا ما عدا ياسين براهيمي ماذا ياسين براهيمي الذي يعاد زائد نعنى زائد لك أنا قويري ما عليش لكن تسع لعبين كانوا حاضرين في وقت هنا برك في كاسم تلك الأحيان لهذا ما عليش أنا نقدر نقوله بين قوسين يقدر يقول لما يكون عندك تسع لعبين خرجوا من أني شاكوا لا خرجوا من وضعية صعبة إقصاء إخفاء كل وش تحب نقول لك ربما نقدر نقول لك ربما ربما نقول لك معنويا لكن لما يجي مرحلة جديدة ناخب جديد أشياء جديدة ظروف جديدة ما تقدرش تتكلم لي على الصديق سيولي بلا مونطان فريد وصل الفكرة وصل الفكرة أنا أقول بأن تشكيلة التي دخلت يوم أمس مئة بالمئة تشكيلة بالماضي إبراهيمي لعبها معها بالماضي قويري لعبها معها بالماضي إذا أردتم أن تغير منطقة فريحنا الأسماء لبدأت بدأت الدورة براهيمي لاعب كان اشتغل معه بالماضي على مضار سنوات قويري كان ذاهب معنا إلى كأس إفريقيا لولا الإصابة إذا تريدون أن نحور الكرة إلى مربعة الشكل أنا أقول بأنها 90% غير ربيتكوبيتش التشكيلة إذا أردتم الإبقاء على الكرة وهي مستديرة الشكل وكروية الشكل التشكيل الذي دخل به بيتكوبيتش مئة بالمئة اشتغل معه بالماضي دعكم دعكم من من الذهاب إلى الأمام وأنتم تلتفتون إلى الوراء اذهبوا إلى الأمام اذهبوا إلى الأمام دعوكم من هذه التحليلات ومن هذه المعطيات ومن هذه التصريحات اليوم نتحدث على مباراة بوليفيا ولا نتحدث على مباراة بوليفيا بخلفية كأس إفريقيا الأخيرة لو ذهبنا في هذا الاتجاه سوف لن نتقدم يا عماد التشكيل الأساسي الذي دخل به بيتكوبيتش مئة بالمئة تشكيل كان يشتغل به يعني معه جمال بالماضي عندما يغيب براهيمي وفق عدم تلبيته لدعوة الناخب الوطني وعندما يغيب قويري بداعي الإصابة هذا لا يؤدي بنا إلى القول بأن هذين اللاعبين جديدين أبدا الجدد هم خمسة لاعبين لا أكثر ولا أقل عندما تريدون من خمسة لاعبين أن يمثلوا نسبة خمسين بالمئة في واحدة ثلاثين لاعب علي أن أعيد حساباتي في الرياضيات من الصفر وأنطلق إلى الأمام لذلك أنا أقول بأن التشكيل الذي دخل به بيتكوبيتش هو تشكيل أساسي مئة بالمئة كنا نشتغل معه في السابق اليوم علينا أن نتحدث وفق معطيات مستقبلية قلنا يجب أن نكون مع بيتكوبيتش ونقف مع هذا الناخب وهذا المنتخب أو المنتخب لأننا نريد أن نذهب إلى الأمام اليوم إذا أردتم أن نذهب إلى الأمام وفق هذه العقلية وأيضا وفق ما تم تداوله في الأسبوع الأخير هناك لاعب يرفض الانتحاق ولاعب السحابة دعوكم أيضا من هذا التشكيك في وطنية بعض اللاعبين اللاعب الجزائري الذي لبى دعوة المنتخب الوطني يمتلك عقد معنوي مع الراية الوطنية ومع المنتخب وليس مع الأشخاص اليوم بالباضي غدا بيتكوبيتش بعد غدا ليكون مدرب ثالث رابع خامس المهم من لا هؤلاء اللاعبين سوف يلبون الدعوة ولا علاقة لهؤلاء بأشخاص معينين الذين يتحدثون على هذا المنطق ما زالوا يشويشون على المنتخب الوطني حتى ونحن نحاول طي صفحة الماضي والذهاب قدوم نحو الأمام تتحدث عن التشويش والإشاعات تعصف بالمنتخب أو بتربص الخضر تحت قيادة المدرب الجديد أخبار مغلوطة انتشرت كالنار في الهاشيم تفيد برفض كل من أحمد توبة أدمو الناس وحسام عوار تلبية دعوة الناخب الوطني الجديد قبل أن يكذب الثلاث المذكور كلما جاء حولهما جملة وتفصيلا هذا إسماعيل بن ناصر كان قد وضع منشورا في حسابه عبر انستغرام أحمد توبة أيضا وأدمو الناس الذي كذب كل ما وشيعه في حسابه عبر انستغرام حسام عوار التحق أيضا بالتربص فلنهد كل الإشاعات يا أمين من المسؤول عن هذه الأكاذيب وما هو الهدف منها في هذا الوقت بتحديد أخي دونك إشاعات على مدار سنين في المتخب الجزائري خاصة عندما وصل المتخب الجزائري لبعض المستويات في عهد ناخب الوطني السابق وحتى في الناخب الجديد الذي سيتعرض أيضا لإشاعات لك أيضا من يريد يعني صناعة البوز كما نقول احنا باب باب العامية عبر مواقع تواصل الاجتماعي هناك صفحات فيسبوك هناك صفحات يوتيوب يريدون صناعة الجدل بإطلاق إشاعات متعلقة باللعبين الهدف عماد أنا شخصيا يعني اشتغلت في بعض الفترات على مواقع تواصل الاجتماعي وخاصة في اليوتيوب هناك هناك البعض من يريد الوصول إلى أهداف وهو التشويش على المتخب الجزائري والتشويش على بعض اللاعبين وإثارة الجدل وهناك من يريد إثارة الجدل من أجل رفع عدد المشاهدات على اليوتيوب هذه يجب نقولها بكل صراحة يعني هناك البعض من ينشر إشاعات على اليوتيوب هناك البعض من عندهم أمر بمهمة هناك أيضا بعض من يريد بعيدا عن السوشيال ميديا أكيد التشويش على المتخب زميلي عماد كان منذ سنوات هناك البعض من لا يعجبهم يعني السيرورة الحسنة للمتخب الجزائري يريد التشويش على المتخب بأي وسيلة كانت يعني استهداف بعض اللاعبين إثارة الإشاعة بخصوصهم الحديث عن أخبار مكذوبة وتصريحات مكذوبة أيضا نشاهد في بعض المواقع مواقع توصول اجتماعي يعني تصريحات لبعض اللاعبين واللاعب لم يصرح يعني ذاك الأسبوع تماما هناك بعض الأطراف التي تريد إثارة الفتنة وإثارة يعني زعزعة للمتخب الجزائري وهذا الأمر يعني شاهدناه في الكثير من السنوات سواء تعلق الأمر بالمتخب الجزائري والأندية ولكن الأمر الذي يجب علينا كصحفيين وكإعلاميين وكوسائل إعلامية هو التحري في حقيقة تلك الأخبار ولا يجب إعادة نشرها لأن كل الأخبار المغلوطة هي مجرد إشاعات قد تؤثر على المتخب الجزائري أولا وقد تؤثر علينا كإعلاميين الإعلامي يجب عليه أن يتحرى أن يتحرى بخصوص هذه الأخبار ولا يعيد أن ينشرها صحيح أن نتفهم أن هناك بعض الإعلاميين يملكون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وكما يقولوا ماذا بهم يديروا البوز من أجل رفع عدد المشاهدات ولكن يبقى اسمك على المحك يبقى اسمك على المحك أولا أنت كإعلامي صحفي يجب أن تتحرى أولا وثانيا أنت تؤثر بطريقة يعني بلك ما على بلكش أنت تترك تؤثر بطريقة سلبية على المنتخب الجزائري وهذا الأمر سلبي بالدرجة الأولى نصر بويش هناك تشويش على هذا المنتخب كما قال فريد لعبون لم يرفضوا دعوة المنتخب لم يرفضوا دعوة بيتكوفيج فوجدوا نفسهم رافضين للمنتخب ومجبارين ومجبرون أيضا بالتبرير والتوضيح شفنا أدمو الناس واسمعيل بن ناصر وحتى أحمد توبة هذا الأمر ما الهدف منه في الوقت هذا في هذا الوقت بيها التحديد أنا شوف أنا أولا ما نمش بلاعب ليرفض المجال لتحق بالمنتخب التعو يعني اليوم كورت القادمة أي لاعب يريد كما نقوله بورتي لمايو ناصرنل تعب لادو في أي حالة رياضيا حتى تسويقيا يعني حتى القيمة المالية تاعو لما تلعب في المنتخب الجزائري وتكون لعب ممتاز وتخطف الأضواء كما نقوله القيمة المالية تاعك حتصبح لكن ضمن كل الناس هادو الناس لا يتتكلم هكدا ولا كما قال قالت تقريبا كل شيء أمين في السوشيال ميديا صدير كما نقوله احنا فر دي مال على سيليكشيان تاعنا علينا احنا يا كما هنا حماية المنتخب تاعنا حماية اللعبين حماية التقم الفني عندك فيسبوك ناصر بويش ما عنديش ما عنديش فيسبوك سهلو كان تدخل ذوك الفيسبوك تلقى دي جون فتحين دي باج لا لا أنا هنا ما عنديش لماذا لماذا عديد لايبين سابقين وحتى يعني حتى نشوف فريد معطوي غير نشط كثيرا في موقعات توصل الاجتماعي فيسبوك من السبب أنا فريد قل كلمة مقابلة أنا من مش نشوف بعيني هذه هذه في دهنية تاعي هكذا أنا من مش نشوف بعيني من هذه الأخبار هذه كما نقوله ولا الأكدوبات ولا دعايات كما نقوله في عهد الإشاعات اللي رأنا عايشين فيها يعني الواحد اللاعب يجب عليه أن يكون لديه حساب رسمي لا أكيد لا اللاعب لك لأجل تفنيد لا اللاعب ينشط يكون عنده حساب رسمي الواحد راح يدافع على النفس للأمانة لما تحدثنا على وسائل التواصل الاجتماعي ربما خرجنا قليلاً الموضوع لكن في نفس السياق هناك العديد من التصريحات نسيبت إلى فريد معطاوي على أساس مواضيع مختلفة في الكثير من الأحيان يعني كنت مطالع يا فريد في الفيسبوك وشفت يعني بعض التصريحات نسيبت إليك وأنا شخصياً حاضر معك في البلاطو يعني طيلة السنة يقدر يغير تلمة بركي هناك عديد من التصريحات والله أنا تفاجأت وافتاجأت كما يقال بها العامية قلت لماذا يتم تخليط الرأي العام بهكذا صورة وأنت الذي ربما متابع كثيراً في وسائل التواصل الاجتماعي أنا لا أنشط ولا أتابع ولا أعلق ولا يهمني ما يقال عني سواء بالإجابة أو بالسلب عندما قال أمين منذ قليل بأن البعض يحاول جمع الكثير من اللايكات هناك أيضاً جمع كثير من السيئات يغفلها أباحة لهذه ونحن في الشهر الفضيل ونحن في الشهر الفضيل وقلدي الفكرة العامة يعني أنا لابت شوف عندما يجيب بعض اللاعبين سواء أدموا الناس أو بالناصر أو غيرهم عندما يجيبون يعني في مواقعهم وفي صفحاتهم على الإشعة أنا أيضاً من النحية الإعلامية ضد هذا النهج الإعلامي لا يجب لا يجب على اللاعب أن كل ما يعني تذاع هذه الإشعة نذهب كفيدرالية لبعد ذلك اللاعب ليجيب أبداً الإعلام لا يسير بهذه الطريقة أحمد طوبة مثلاً وضع إشهار مجان لأحد الصفحات قامت بنشرها لا يجب أن يضعوننا في موقع ردة الفعل قولوا ما شئتم عندما يحن التربص القادم سوف تجدون طوبة وبالناصر وأدموا الناس وغيرهم الكثير أنا أذكر فقط البعض أنا لا أتحدث على مواقع التواصل الاجتماعي والنشطة لأن يحق لهؤلاء ما لا يحق للإعلاميين أنت عندما تحدثت عن بعض التشويهات أنا تفاجأت لبعض الصفحات الإعلامية ولا أقول صفحات الأشخاص الصفحات الإعلامية ذهبوا لتحوير ما قلته بالكذب والبهتان وقالوا بأن الإعلامي قال بأنني قلت في هذه الحصة بأن بالماضي اتفق مع صادي سوف يذهب ويعود كلام يصلح لنسرده على الأطفال لنبعث بهم إلى النوم وليس للمستهلكين للمعلومة أنا أذكر بعض هؤلاء عندما غادر قويري يا عماد تربص المنتخب الوطني قبيل نئيات كأس أمم إفريقية أنا لا أتحدث عن النشطة أتحدث الإعلاميين عندما غادر قويري ذهب البعض في التحليل وفي القراءات والإشاءات وقالوا لنا بأن قويري حدث له مشكلة مشكلة مع الماضي مع المساعد مع المساعد مع بعض اللاعبين وهؤلاء اللاعبين قاموا بعملية سيطرة على المنتخب الوطني وبعثوا غويري للعودة إلى ران أقول لهؤلاء اليوم بن ناصر أصيب في التربص لم يحدث غويري غويري لا لا أتحدث عن بن ناصر حتى بن ناصر أجيب هؤلاء الذين تحدثوا على غويري أقول لهم الإعلامي اليوم يقول بن ناصر أصيب في التربص وذهب إلى الميلا ولم يتشاجر كم حاضر في التربص يا ناصر لا لك أصيب ناصر ناصر أطلقوا إشاعات قالوا بني بن ناصر أقول للذين أقول للذين علقوا على ذهب غويري من تربص المنتخب أقول لهم هذه الإجابة اليوم بن ناصر أصيب في التربص وذهب إلى الميلان للتداوي ولم يتشاجر لا مع بيتكوبيتش ولا مع اللاعبين وجب توضيح هذه الأمور مشاهدين في الحصة السابقة كنا تحدثنا عن إبراهيمي وعن الإضافة التي سيقدمها للمنتخب الوطني والكل كان يتسأل عن كيفية توظيف إبراهيمي وهل سيكون أساسي وكانت هناك ردود أفعال في وسائل التوصل الاجتماعي وحتى في الوسط الرياضي نتابع ما قاله ناصر بويش وفريد مطاوي في العدد السابق ولا نعود موجود أكيد لكن هذا اللاعب الممتاز يجب أن نقوله بكل صراحة ياسين إبراهيمي هذا اللاعب الممتاز ربما من أحسن اللاعبين نشفناهم في السنوات الأخيرة هذا صانع ألعاب يلعب من الجهة اليسرى نظن هذا اللاعب لكن سيفري نقطة استفهام لأنه في مع الناخب السابق لن يكن حاضر اليوم فجأة يعود إلى المنتخب الجزائري ونظن أنه هذا شخصيا الخيار تعله ربما اللاعب كان يريد أشياء أخرى يعني حتى في هذا الخيار وخيار لعب لعب أكيد أكيد لما انتعي ربما ماذا كنت تريد مع الناخب السابق لأنه طرح السؤال للناخب السابق قال كان لا استطيع الجواب عن السؤال يسألوا اللاعب واليوم اللاعب هداره موجود مرة أخرى نقدرون نفس السؤال نقولوا نطرحوه لماذا اليوم عدت إلى المنتخب والمنتخب بتاعه أيضا تأكل الجزائريين أنت قادر تمد المنتخب تفضل إلا رأك رغب أنك تكون حاضر وتمد الإضافة وتجي العباب مفتوحة لكن نظن أنه كانت خلافات بينه وبين نظن أن خلافات نظن أن تفهموا ربما كان يريد أنه هناك أخبار تقول لك أنه لا لا ربما كان هذا اللاعب ربما يكون بديلا مثلا ربما أكيد هذه النقطة من النقاط لأنه بعدم وجوده هل سيكون أساسيا مع بيت كوفيت سؤال مضرحوه؟ سيكون أساسي أكيد أكيد سيكون أساسي حال الشارع لا أنت اليوم مع الناخب السابق ربما سأتفجأ قليلا والله شيخ نصر سيكون أساسيا أساسي وفريد قال لك حامل الشارع خلال أنا تقول لك اليوم رح يكون إذا كان في حامل شارع سفي لا شوف معناش مختلفين أنه أبراهيمي أحسن أحسن لعبين شيخ ناصر لما تشوف لكن هو غائب يا شيخ ناصر خلينا أنا سألك لكن هو غائب عن المنتخب الوطني لفترة هناك ماندي مثلا يمكن حمل شارع القيادة هناك لعبين يعني يشاركون باستمرار مع المنتخب الوطني سيعود إبراهيمي مع حامل شارع القيادة هناك سؤال لكن لعبين هما ماندي ولا رامي هذي لعبين واحد فيهم سبعيني كذلك لا هذي الزوج ربما واحد فيهم رح يكون قائد المنتخب إبراهيمي إذا كان قائد منتخب عاد بقوة كما نقول أنا هذا هو الاستخلاص لك أنه عاد للمنتخب بقوة تعود بعد غياب وتعود كقائد منتخب تقول موجود أكيد لكن هذا اللعب الممتاز لازم نقولها بكل صراحة ياسين إبراهيمي هذا اللعب الممتاز ربما من أحسن اللعابين اللي شفناهم في السنوات هذه الأخيرة صانع ألعاب يلعب من جهة كان هذا تصريح ناصر بويش في العدد السابق رفقة فريد ماطاوي عطيني في عجالة رايك لماذا يعني يعني عطيتنا يعني فرشتنا مباراة أمس قبل أسبوع يعني قلتنا أنه إبراهيمي سيكون أساسي وسيحمل شارة القائد فريد كان أضاف المعلومة في وقت كين هناك لعبين يعني شاركوا باستمرار مع المنتخب الوطني في نظرة لبعضهم أشدر بيحمل شارة القيادة في عجالة ناصر بويش لكي نغير الموضوع لا نحترمه أولاً لشوات تعالى السيليكشون تعالى المدرب أكيد أكيد نحترمه لشوات نتساءل فقط لا ياسين قلت لك ياسين إبراهيمي أنه اللعبية يعجبني حتى ولو في بعض الأحيان ربما الناس تقول لك سيسون جو يغارد كثير الكرة لكن شفنا أمس في الشرط الأولى أنه اللعبية كان وراء الهدف كان وراء الهدف در أشياء در عنده الإحصائيات أمين لكن طول الميليت رفين للياسين إبراهيمي واضح ناصر بويش قبل الختام مشاهدين نتحدث عن أحد المواضيع التي أثارت الجدل مؤخراً موضوع الإسباني فيسينتي جيرونا وقضيته مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم هذا الذي اشتغل مكوناً يعني ذغلط فريد صحح للمعلومة اشتغل مكوناً في الاتحاد الجزائري لكرة القدم واشتغل أيضاً في نادي بارادو يعني عنده بعض التجارب أيضاً في إسبانيا في الصين أيضاً وآخر مرة كان قد اشتغل في الجزائر رفقة نادي بارادو فريد أعطينا بعض التفاصيل حول المشكلة التي حدث بينه وبينا الاتحاد الجزائري لكرة القدم هذا الموضوع له علاقة بالموضوع السابق عندما توقف عنده أمين وقال لك على الإعلام أن يتوقف لي يعني يبحث على المعلومة الصادقة ويعدد من مصادره لبنسي يا إيمان جيرونا هذا الإسباني الذي اشتغل كمدير فني للفئات الشبانية للمنتخب الوطني وإلى نادي بارادو يمتلك من الباع العلمي ما يؤهله لأن يكون في ذلك المنصب الذي 42 سنة 42 سنة أقول بأن المشكلة الذي حدث له مع الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم مشكلة بسيط جدا بالتهاون صار مشكلة كبيرة واليوم الفيفا تطالب الفاف بمبلغ يفوق 85 ألف أورو عندما نتحدث على هذا الشخص الإسباني أولا هو شغل منصب مدير فني للمنتخب الوطني في مركز خميس مليانة ولم يكن مدير مركز خميس مليانة لأن الأمر عندما تحدث على إدارة مركز خميس مليانة هذا منصب إداري وليس تقري والرجل تقني بامتياز ولا علاقة له بهذا المنصب هو مدير فني للمنتخب الوطني للمنتخبات الوطنية الشبانية في مركز خميس مليانة هذا كأول توضيح بالنسبة ثاني توضيح الرجل اليوم يشتغل في نادي قطري منذ شهرين أمضى في نادي قطري وعلى ذلك الأساس تم بعث عنوان الصك بالدوحة وليس به إسبانيا لأن الرجل يسكن الآن في الدوحة هذا شيء عادي جدا نقطة أخرى الخلاف كيف بدأ يا عمات عندما تم تعيينه من قبل الرئيس الأسبق خير الدين زتشي تم الاتفاق على مبلغ معين المبلغ لديه وأنا أرفض الإدلاء به لأن الرجل أنا تواصلت مع هذا الإسباني ورفض أن ندي بهذا المبلغ الذي تم الاتفاق بينه وبين زتشي تخيل كيف تتم الأمور من الناحية الإدارية أتينا بأمين اتفقنا على عشرة ألاف أورو نذهب إلى المقابل من الدينار في الصرف الرصبي ونضخ في البنك ذلك المبلغ المقابل بالدينار الجزائري ونضع ونترك خمسة إلى عشرة بالمئة كمبلغ يتقى ظاه الراتب الناخب في الجزائر بالدينار الجزائري البقية تضخ بالدينار وتحول إلى رصيده بالأورو تخيل ماذا حدث بعد مرور أشهر وهو يشتغل يعني نزل مستوى الأورو مقارنة بالدينار فوجد الإسباني أنه يتقاضى مبلغ أكثر مما تم الاتفاق عليه من نزاهة هذا الرجل أنه ذهب إلى المديرة المالية في وقت زدشي وقال لها أنتم تضخون مبلغ أكثر مما اتفقنا عليه أريد أن أعيد لكم هذا الفائض قالت له تلك المديرة في ذلك الوقت دع الأموال لديك وسوف سوف يعني عندما تصل ذلك المبلغ إلى مبلغ معين سوف نخصمه من الراتب القادر من الراتب المواد بعد مدة يا ناصر ماذا حدث الدينار ارتفعت أسهم الدينار مقابل الأورو فوجد الإسباني أنه يتقاضى أجر أقل مما تم الاتفاق عليه عاد إلى نفس المديرة وقال لها اليوم انعكست الصورة أنا أتقاضى مبلغ أقل مما انتفقنا عليكم بضخ ذلك يعني الفارق لم يضخ له ذلك الفارق لا في عهد زتشي ولا في عهد عمارة ولا في عهد سفيزف وكان يلتقي مرارا وتكرارا مع الأمين السابق للفاف لهو دبيشي ويطالب الرجل بهذه الأموال التي كانت لتتعدى تخيير خمسة آلاف أورو لا أكثر ولا أقل محسوب ذلك الفارق في تدني مستوى الدينار مع الأورو وأيضا بعض بعض الصفريات في عهد كورونا عندما كان الرجل يشتري يعني التذاكر تذاكر الطائرة ووصلت إلى ألف أورو في ذلك الوقت في وقت كورونا وأيضا بعض المعطيات في المصاريف التي كان يقوم بها في البسيار وما إلى ذلك وصل هذا المبلغ إلى مبلغ زهيد لا يتعدى خمسة آلاف أورو الرجل طالب به وكتب ولدينا الكثير من الإيميلات بينه وبين الفيدرالية يطالب بإعطاء ذلك المبلغ البسيط الذي لا يتعدى خمسة آلاف أورو تخيل الفيدرالية لم تجب لم تجب فيسانتي ودفعوا بالرجل للذهاب إلى الفيفا عندما ذهب إلى الفيفا تخيل الفيفا رسلت الفاف وطالبت منها الرد على هذه التهبة الفاف وضعت المراسلة الفيفا في الضرج ولم تجيب عندما نزل القرار النهائي سارعت الفاف للذهاب إلى الطاس تخيل الفاف كانت تفتقد يعني مشتشارين قانونيين لكي يقولون لهم بأن لا يعني سوف لن تأخذوا هذه القضية مهما عملتم وسوف لن تفوزوا بهذه القضية ضخوا مال يعني كتلة مالية للذهاب إلى الطاس تصل إلى خمسة عشر ألف أورو على ما أظن ثم ذهبوا إلى الطاس وخصروا المعركة القانونية مع الرجل وارتفعت هذه القيمة اليوم إلى خمسة وثمانين مع احتساب كل التأخرات باليوم يعني كل يوم سوف يكون هناك تأخر هناك في نهاية كل موسم مصدقة مالية وأدبية على ما يتم ضخه في الفيدرالي الجزائرية كورة القدم يعني هناك سؤال مضرحة أيضا لم نتوقف عند هذا الحد يا عماد تخيل أن هذا الرجل وهو يمتلك علاقة جد وطيدة مع الجزائر كجزائر لأن العائلة عائلة هذا الرجل تريد المكوث في الجزائر وليس في بلد آخر تخيل تلقى عرض من السعودية بأضعاف مضاعفة ما كان يتقضى في الجزائر ورفض ثم تلقى عرض من قطر وهو الآن يشتغل في قطر ويمني النفس بالعمل في الجزائر كل هذه الأمور يذهب البعض ويقول لك بأن الرجل باع بعض اللاعبين وجنسهم لا علاقة للرجل بهذا بهذا الملف وهذا الموضوع عندما نتحدث على الرجال والأشخاص والمناصب ساهم في بيع بعض اللاعبين وجب أن نملك أدلة عندما نقول أنه الرجل لا دخل له في مثل الأمور أكثر من ذلك وجب أن نملك أدلة أيضا أكثر من ذلك يجب أن تعطي الأدلة أولا ثم عندما تتحدث على الرجل وتقول كيف لإسباني يلقن اللاعب الجزائري في 15 سنة 14 سنة كيف يتعامل مع الكرة نعم إسبانيا بطلة العالم وإسبانيا بطلة أوروبا وإسبانيا تمتلك فريق هو الحاصل على الرقم القياسي في تشمبيونز ليك وإسبانيا قلعة لكرة القدم يعني بالاستماع إلى هؤلاء يخيلنا وكأن إسبانيا هي بلد نكرة وقزم في كرة القدم بإسبانيا عملاق في كرة القدم إذا لم نأتي بإسبانيا ليعلم لاعبين الشباب أبجديات التعامل مع الكرة بمن نأتي لماذا نحاول تقزيم هؤلاء بهذه الطريقة الرجل لديه حق في هذه الفيدرالية اليوم وليد صادي مجبر على التعامل مع هذا الملف لأنه من تراكمات الماضي وليس يعني علاقة لهذه الفيدرالية بهذا البلف لكن كان من الأجدر أن لم الموضوع في بدايته تخيل من خمسة ألاف أورو وصلنا الآن إلى تسعين ألف أورو والبقية تأتي هذه هي طريقة تسيير الفيدرالية في بلد يا عمات مع تعقب ثلاث مكاتب في ديرالية الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أمور مؤسفة وصلت إليه الاتحادية من الجانب المالي هناك أموال كثيرة وجبة على الاتحادية أن تفصل في أمرها فيها ساعات فيها الأيام المقبلة كان هذا مشاهدنا كل ما حمله هذا البرنامج ناصر بوي شكرا جزيلا لك دائما على الإضافة التي تقدمها في البرنامج إضافة تقنية على حد ينسوا شكرا عمد كنت في المستوى عمد لا أنت اللي كنت في المستوى وكنت آنق كالعادة يعني كجبت له الحصة اللي فاتت يبين الأمر أن تحليله سليم ناصر بويش معروف منذ عشرين سنة في ميدان التحليل والأمر ليس وليدي شكرا جزيلا لك ناصر بويش أمين شكرا جزيلا لك أنت على الإضافة التي قدمتها فريد تعطيني كلمة خيرة كنت خاليا من البقاء صحة صحوركم شكرا جزيلا فريد صحة صحوركم وصحة صحور كل المشاهدين الذين يتبعون ويتبعون هذا البرنامج برنامج فوتويك في قناة الوطنية شكرا موصولكم أنتم أيضا مشاهدين على طيبية الإصغاء والمتابعة نضرب لكم موعدا في الموعد المقبل إن شاء الله سلام اشتركوا في القناة